اشتركوا في القناة طالب بيقول ربنا يا رب نفسي سمت مطر بيتزا واتمنى ان يحشر مدرسي الماس مع قوم ثمود وان يحشر مدرسي الدراسات مع قوم عاد وان اتزوج من المانية ونفسي يأكل جعان ما هي واضحة البيتزا فوق والاكل تحت فشيء طبيعي ان يبقى نفسه يأكل بس يشوفوا الاحلام الصغيرة وشوفوا كراهيته لمدرس الماس الماس والدراسات ده معناه ان في مشكلة في التدريس وان في قسوة وان ما فيش تواصل مع الطلب طالب تاني بيقول واجازة كل يوم والمدرسة يوم الخميس بس واتجوز من فرنسا والمانيا وليبي هتجوز تلاتة وطالب بتلقائية قال يا رب انتقم من كل اللي عايز يأذي مصر ويحمي شعب مصر يا رب انتقم من كل اللي عايز ياخد حصص الألعاب بيلغلوا من حصص الألعاب وبيقولوا ما فيش حصص الألعاب شوفوا احساس الأطفال ايه طالب جميل برضو بيقول يا رب اعطي المصر متولي كل خير واعطيه كرة ممضية من كريستيانو رونالدو بوضع انه بيحبوا الكرة مصر عطية ده المصر متولي والميس سناء يديها موبايل سامسونج جالاكسي نوت فور محدد كمان طالب تاني بيطلب ايه من ربنا قال له الجنة واش في ابي وارزقني بفرصة عمل في السعودية او دبي او الكويت او المانيا امين يا رب الوضع شاطر قوي ولا همزة غلط كلها مزادة صحيحة طالب تاني بيقول اللهم لما خلقت المخلوقات الضرة ولما خلقت المستحيل اللهم اجعلني من المتفوقين في الدراسة ومجتهدا في العمل اللهم اجعل خطي جيدا اللهم اجعل قلب كل انسان صفحة ضيضة تجربة حلوة اوي عايزة نقولك بسرعة تجربة حصلت زيها بالضبط في هولندا من كذا سنة بس عملوا مع الطلبة ايه عملولهم كتاب وقالولهم ليس كل الاحلام قصائد فيه 75 قصيدة الاطفال تقريبا كانوا في نفس السن اتجمعوا في كتاب تحت رعاية اليونسكو الكتاب كان عليه صور الاطفال في نفس الاطفال اللي كاتبين الكلام ده قصيدة منهم اللي طالب في الصف السادس الهولندي كان اسمها وردة دي خدت الجائزة الرئيسية بتقول لو كنت وردة لو قطفته لو وضعته في مزهرية حينذاك سأشعر بالماء من حولي سأشعر بدوخة سأشعر بأن يموشي كن على الموت شوفوا الطفل حاجة الاطفال بتوعنا ممكن يبقوا مبدعين المدرسة المبدعة دي يجب انها تتكرم المدرسة دي لهدوان اسمه لا يعرفه الشتاء عن يونيو ليه ما نجمعش تجارب الاطفال دي ليه ما نسمعش احلام اطفالنا